مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي المباشر برنامج عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو بعنوان أين الإنجيل المزعوم الذي نزل على المسيح يدعي كل الإخوة المسلمين أن هناك إنجيل نزل على المسيح وهذا الإنجيل مفقود غير موجود وهذا الإنجيل هو الذي فيه يؤكد المسيح أنه نبي من عند الله وأنه نزل عليه الوحي كباقي الأنبياء والكنيسة والأخاص الكنيسة الأولى في الكرون الأولى أحرقت هذا الإنجيل وضيعيته وعندنا النهاردة بس أنجيل مختلفة هي إنجيل متى ومرؤس ولوء أو يحنى لكن الإنجيل الذي نزل على المسيح غير موجود 1400 سنة من البحث والنتيجة صفر منذ أن بدأ الإسلام 1400 سنة وهذا الإدعاء موجود وهو إدعاء ليس له أي أساس من الصحة وما ذال البحث جاريا حتى يجد الإنجيل الذي نزل على المسيح لكن إلى اليوم النتيجة هي صفر لا توجد إشارة عن قريب أو عن بعيد إلى إنجيل المسيح ولا توجد إشارة في كتابات الأباء ولا توجد إشارة في حتى الكتب الغنوسية التي وجدت في أماكن مختلفة منها في ناجح حمادي في جنوب صعيد وإلى آخر لا توجد أي إشارة عن ما يسمى بإنجيل المسيح وأن هناك إنجيل يطلق عليه إنجيل المسيح هو الذي نازل على المسيح لا توجد إشارة 1400 سنة لحد لما صدعونا وكذبة صدقوها وعايشين فيها هذه الكذبة مبنية على نص كرآني وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور خلاص يبقى أكيد في إنجيل نزل على المسيح هذا الإنجيل فيه هدى ونور أين هو؟ لا نعلم طيب إيه الطريقة الوحيدة التي يتبعها المسلم لتصديق هذه العبارة؟ ما هو لازم هيصدق العبارة دي؟ كويس؟ علشان يصدق العبارة دي يبقى لازم يطعن في مصداقية الكتاب المؤدس لازم يطعن في الإيمان المسيح هو لن يستخدم عقله لن يبحث لن يفتش يعني هو مصدق أنه فعلا فيه إنجيل نزل على المسيح وبما أنه هذا الإنجيل الذي بحسب ظنه كويس؟ يتكلم فيه المسيح على إنه إنسان مرسل من الله إلى آخره هذا الإنجيل غير موجود فيطعن فيه؟ يطعن في الإيمان المسيحي يبقى إحنا الوحشين إحنا اللي حرفنا إحنا اللي حرقنا إحنا اللي بدلنا الإيمان المسيحي مبني على الدعاءات غير حقيقية أين هو الإنجيل المزعوم الذي ينزل على المسيح؟ فين هو؟ لأ ما إحنا مش مسؤوليتنا إن إحنا نقولك فينه هو إحنا مسؤوليتنا إن إحنا نقولك إنه مش موجود طب ما إنت اللي بتدعي إنه مش موجود إحنا عمرنا ما قلنا إنه مش موجود إحنا بنقول إن الأنجيل الأربعة هي أربع روايات بتقدم البشارة عن يسوع المسيح وكلمة إنجيل تعني بشارة أو خبر صار إنت اللي مش عايز تقبل وعلشان يجاوبوا على أين هو الإنجيل المزعوم الذي نزل على المسيح بتجد البعض يذهب إلى القول بإنه ضاع والبعض الآخر يذهب إلى القول على إنه قد حرف وإحنا مش عارفين ضاع حرف هم مش رسين على بر يعني لما حطيت البوست دوان على الفيسبوك بتاع عبر الكتاب جات إجابات كثيرة من ضمن الإجابات يعني اللي هشارك بها حضراتكم واحد قال إيه هو هيجاوب على سؤال أين الإنجيل المزعوم الذي نزل على المسيح؟ قال لك إيه بقى لقد قتل بوليس كل من يقرأ الإنجيل الصحيح المشكلة في من يقول هذا إنه بتكلم بثقة معرفش جاب الثقة دي منين يعني إنه هو لعنده أي برهان ولا أي دليل لنما بتكلم بثقة وكأنه يعني عنده كل خبايا الأمور يقول إيه لقد قتل بوليس كل من يقرأ الإنجيل الصحيح على العامة ومثله فعلى الإمبراطور كوستانتين عندما جاء شاول الترسوسي بإنجيل محرف ابتدع فيه الثلوس كان يعلم الناس به وكان هناك من يؤمن بكلامه كان التلاميذ يذهبون أينما داب ويعيدون الناس سوري الذي أفسدهم شاول الترسوسي إلى إنجيل المسيح الحقيقي فكان شاول يقول لهم إني أتعجب أنكم ترتدون وبسرعة إلى إنجيل آخر أي إنجيل آخر يتكلم عنه شاول الترسوس طبعا هو بيتكلم هنا نص من غلطية هو لا يعرف الخلفية ولا درس القرينة ولا عنده حتى فهم للآية اللي قبل كده والآية اللي بعد كده إنما كل اللي عايز يقوله أنه آه إحنا في إنجيل وبوليس جيب إنجيل آخر فبوليس كان يضطهد ويقتل الذين كانوا ينادون بإنجيل المسيح طبعا يعني غالبا العيارك تقيل والمشروب اللي بيشربوه هؤلاء تقيل فيعني مجرد خرافات فخرافات طيب نيجي إلى السؤال أين الإنجيل المزعوم الذي نازل على المسيح شوف الفيديو الأولاني وفيه بيجاوب على هذا السؤال فيه بيقدم بقى الإجابة بتاعته على أين الإنجيل الذي نازل على المسيح فخلونا نشوف الفيديو الأول ونرجع نعلق عليه فنزل الإنجيل على سيدنا عيسى وهل بالوحي أولا أين إنجيل عيسى أيوة أين إنجيل عيسى ليس موجود هذا السؤال الأساسip أين إنجيل عيسى يعني يريدهم يجاوبوا على السؤال ويبحثوا ويشوفوا أين إنجيل عيسى أين إنجيل عيسى ليس موجود الموجوود نظه إنجيل متى ومرقص ولوقة ويوحنى ولا أحد يقول إنجل عيسر فإنجل عيسر غير موجود أساسا زي بواحد كده اخترع اخترع وجود بلد معينة في الكرة الأرضية وهي أساسا مش موجودة كويس وبعدين تقوله هي فين دي يقول لك هي مش موجودة يقول لك هناك هناك فين يا عمي أنت اللي اخترعتها هو اخترع كذبة كذبة غير موجودة وجاي يتهمنا نحن أنه إحنا اللي ضيعنا ما يطلق عليه إنجل عيسر أو إنجل المسيح كم منه طبعا إنجل عيسر الذي نؤمن به أن الله أنزله على عيسر عن طريق الوحي وتلقاه بالوحي عن طريق جبريل نعم تمام بس ما جاوبش طبعا أنت يعني هل بتؤمن أن الله الله ضيعه الله نزل على سيدنا عيسى إنجل وهذا الإنجل ضعه طيب ده قال لك إنه ضعه يبقى فيه إجابة أين إنجل المسيح المزعوم ضعه مش موجود واحد تاني قال لك لا هو التلاميذ مع الوقت حرفوه يعني هو كان موجود بس مع الوقت ومع انتشار المسيحية بدأ الإنجل تناقله من مكان لمكان ومن شخص لشخص بدأ الإنجل إيه يحرف وده هنشوفه في الفيديو الثاني وهو بيأكد حقيقة إنه الإنجل يتحرف واحد قال لك ضعه واحد قال لك إيه اتحرف خلوه نسمع الفيديو التاني هنا بقي من الحواريين قلة حواريين الذين بقوا كل واحد حافظ شيء من الإنجل من تعاليم عيسى عليه السلام خلوه بالك هنا خلوه بالك هنا هو فهموا الإسلامي عن الوحي والقرآن بيفردوا علي يعني 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 هو هو حط كل التفكير في قلب واحد هو الآلب الإسلامي الآلب اللي فهمه عن الوحي وعن التنزيل وعن الأمور دي كلها لازم يفرضوا إكبارا على الآخرين فقال لك إيه كل واحد حافظ ماشي كل واحد حافظ إيه حافظ جوز كمل من الإنجل من تعاليم عيسى عليه السلام خرجوا كل واحد راح بلد ماشي يقولون فعلم الله عز وجل كل واحد لغة قوم يعني ربنا يعلم كل تلميذ من التلميذ دول لغة قوم طبعا يعني سفر عمل الرسل بيكلم عن التكلم بألسنة بس هو يعني ماشي بيطور بيطور كل واحد راح بلغة علمه الله عز وجل إياه فانتشرت أربعة أناجيل من تلاميذ عيسى عليه السلام لوقا ويوحنى ومتى ومرقص هذه أناجيل نشرها تلاميذ من عيسى عليه السلام كل واحد وما يحفظه من التعاليم أخذ يعلمها الناس يعني بحسب ما نفاهم أن التلاميذ كل واحد منهم حافظ تعاليم المسيح لكن كل واحد منهم كتب هذه التعاليم في كتاب أنا عايز أفهم بس هما بفكروا إزاي واحد قال لك ده ضع مش موجود نهائي واحد قال لك لا ده تلاميذ المسيح كانوا حافظين أجزاء من تعاليم المسيح وكل واحد حطاها في كتاب ما كم وهنا بدأت تدخل تلك الأناجيل التحريفات يعني التحريف بدأ بعد الكتابة ولا قبل الكتابة مش فاهم يعني هل هم بدلوا من تعليم المسيح قبل ما يكتبوا ولا الأناجيل بدلت بعد لما كتبوا خلينا برضو لأن الحفظ لم يكن تاما وبعضهم نقلها لتلميذ من تلاميذه ثم التلميذ هو الذي نقلها للناس يعني الملخص هو مش عارف بس بيفتي كويس هو ما عندهوش دراية إيه اللي حصل بس هو إيه هو بيفتي طيب نأتي بقى إلى الجزء المهم الأناجيل الموجودة ليست هي إنجيل المسيح ده بحسب الفكر الإسلامي هو عايز إنجيل مكتوب عليه إنجيل المسيح مع أنه مرؤس يعني إنجيل مرؤس بيبدأ بعبارة كده يمكن الإخوة المسلمين ما خدوش بالهم منه بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله سيعة أهو مش واخد باله منه هو عايز إنجيل نزل على المسيح أو عايز إنجيل على هواه الإنجيل اللي على هواه الإنجيل الذي قدمه القرآن اللي فيه المسيح مجرد إنسان نبي لم يصلب لم يمت ما فيش تعليم عن طبيعة الله الواحد مثذس الأقانيم هو عايز عايز الإنجيل الكلام اللي يأكد كلامه هو كل اللي يهمه هو أنه هو يأكد كلامه فهو بيدور على حاجة تأكد كلامه أنه صح فالإنجيل اللي نزل على المسيح غير مجود شو بقى الفيديو التالت دكتورنا الغالي النهاردة يعني هنطول معه شوية بس خلينا نسمع بيقول إيه فيديو التالت ممكن نقول المسلمون يؤمنون بالإنجيل الذي أنزله الله على المسيح عليه الصلاة والسلام يقول ربي وآتينا أنت تفرد إيمانك ليه علي أنت مش فاهم أساسا إيماني فأنت بتفرد إيمانك ماشي كما آه يقول ربي وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور نحن حين نؤمن بالإنجيل نؤمن بإنجيل المسيح فين فينه أنت بتؤمن بحاجة مش موجودة أنت فاهمك أساسا للإنجيل فاهم خاطئ كم إنجيل المسيح ولكن عندما نسأل النصارى عن الإنجيل الذي بين أيديهم يتحدثون عن أناجيل التلاميذ وتلاميذ التلاميذ يتحدثون عن إنجيل متى إنجيل مرقص إنجيل لوقة إنجيل يوحنى نحن لا نبحث عن هذه الأناجيل ولا نؤمن بها قد يكون فيها شيء من الحق لكن نحن نؤمن بإنجيل المسيح الإنجيل الذي أنزله الله على نبيه المسيح المسيحيون يقولون لا المسيح إله لم ينزل عليه إنجيل فاهم هو القز إذا كويس إنما الإنجيل هو ما كتبه تلاميذه فقط فهل هذا صحيح أقول لا أقول لا يبقى هنا بقى تبدأ المأساة هنا تبدأ محاولة إثبات أن هناك إنجيل نازل على المسيح فهو عايز يثبت أنه فعلا هناك وحي نزل كده لوح محفوظ نزل بأي طريقة المهم نزل على المسيح والمسيح كان يعلم من هذه النصوص المكتوبة أو المحفوظة اللي نزلت عليه يروح فين بقى دكتورنا منقز يروح للكتال معدس يروح للكتال معدس ويحاول باستماتة يعني نشوف محاولات وكده ويحاول باستماتة أنه يثبت معلوي النص وتفسير خاطئ وعدم فهم للقرينة يحاول يجيب بعض العبارات والكلمات اللي ممكن يظن في مخيلته إنها بتقول أنه هناك وحي نزل على المسيح وإنجيل نزل عليه لكن مع الوقت هذا الإنجيل ضع فمحاولات دكتور منقز امتدت يعني لتصل إلى نصوص كثيرة جدا في الكتال معدس وأنا النهاردة هاخد بعض هذه المحاولات وبعض هذه النصوص اللي الدكتور منقز أساسا حط نفسه في ورطة وهو لا يعلم في كل نص من النصوص اللي تناولها الدكتور منقز منقز حط نفسه في ورطة نشوف أول فيديو البرهان الأول على أن هناك إنجيل نزل على المسيح وجاب بقى البرهان الأول دامنين من كلام بوليس مع أنه يعني بيكرهوا بوليس وبيعتبروا بوليس كذاب وبيعتبروا بوليس زي ما قريت لحضراتكم هنا بوليس هو الذي قتل الذين ينادون بإنجيل المسيح يعني إنما ما فيش مشكلة نروح لبوليس مع دكتور منقز ونشوف الدكتور منقز بيقدم لنا أول برهان على أن هناك إنجيل نزل على المسيح نسمع الفيديو الرابع إن الذي يقرأ في أسفار العهد الجديد لا يجد فيها إشارات واضحة إلى أن المسيح كان ينزل عليه إنجيل بس أنا أريد كثير وأليل في كتب ليس لها حاصر بس اللي بيقول الدكتور منقز ده بالزراحة يعني اختراعها اختراع نظريات جديدة تدرس في علم الفزلكت ولوي النصوص فخلينا نشوف إنجيل يسمى إنجيل الله أو يسمى إنجيل المسيح نعم النصوص كثيرة وسوف نستعرض بعضا من هذا الكثير فضل يقول بولوس في رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي في الإصحاح الأول إلى أهل تسالونيكي مايش يقول بولوس في رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي في الإصحاح الأول فقرة ثمانية الذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع الذين سيعاقبون بهلاك أبدي يعني الذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح سيعاقبون بهلاك أبدي آية جميلة كمل هلاك أبدي يتحدث عن إنجيل ربنا يسوع إنجيل المسيح عليه الصلاة والسلام أحدهم سيقول لك إنما المقصود البشارة لأن الكلمة اليونانية إنفانغليوس تعني البشارة وهي التي تعني الإنجيل أقول لا إنه لا يتحدث عن البشارة البشارة يؤمن بها بينما هنا يقول الذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع لا يطيعون ليست بشارة يؤمن بها إنما هو إنجيل يعمل به أحكام من الله الذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع الذين سيعاقبون بهلاك أبدي يا جناب الدكتور الإيمان هو طاع أنا أنت جاي تبشرني بحاجة ممكن أرفضها فيبقى عسيان وممكن أقبلها فيبقى طاع فلما يقول الذين لا يطيعون بمعنى لا يؤمنون خلينا نكمل معاه النص في تسالونيكي الثانية والأصحاح الأول وأنا يعني عايزة أسأل الدكتور مكهل هل أنت بتقبل كل ما ما كتب في تسالونيكي يعني بما أنك أنت استخدمت نص وآية من تسالونيكي الثانية هل بتعتقد أن ما كتب بوليس ده صح؟ نبني عليه بقى نبني عليه أمور أخرى؟ ولا هو بحسب مزاجك؟ بحسب هواك؟ كويس؟ يقول هنا رسول بوليس وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا كانوا أمنين بيتألموا مضايقات كثيرة بسبب إيمانهم في المسيح هيبقى ليهم راحة معنا عند استعلان الرب يسوع المسيح من السماء يعني هنا هل بتؤمن بالنص ده يا دكتور مونكس؟ أن الرب يسوع سيعلن سيستعلن وهنا يقول الرب يسوع مع ملائكة قوته زي ما الرب يسوع كلم أنه سيأتي مع ملائكته مين اللي عنده ملائكة؟ وهذه الملائكة لخدمة مين؟ طبعا يقول لك لا أنا أؤمن بهذا النص ماشي في نار لهيب معطية نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح الذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح بمعنى الذين لا يؤمنون بإنجيل بالخبر الصار بأن يسوع المسيح مات من أجل خطيانا وقام من أجل تبريرنا يا دكتور مونكس الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من جهة الرب ومن مجد قوته متى جاء ليتمجد في قدسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين يبقى المؤمنين هنا عكس الذين لا يطيعون يبقى إنجيل هنا ليس نصا مكتوبا يحتوي على وصايا وشرائع لكن الإنجيل هنا هو خبر صار يكرز به الرسول بولوس وبيقول أن هناك دينونة للذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح طيب في تسالونيكي لما تدرس حاجة دكتور مونكس تاخد آية في حاجة عندنا اسمها القرينة القريبة والقرينة البعيدة معرفة شو تعرف عنها ولا إنوي علشان أقدر أفهم اللي بيتقال لازم أدرس القرينة القريبة اللي هي بتبقى الأعداد اللي قبل كده والأعداد اللي بعد كده في نفس الأصحاح أو أضطر أن أنا أقرأ الرسالة كلها ولو فيه رسالتين بعيدهم رسول بولوس أقرأ الرسالتين ولو كترت أكتر هأقرأ العادي الجديد كل القرينة القريبة والقرينة البعيدة تعال كده ناخد تسالونيكي الأولى ونمشي فيها واحدة واحدة ونشوف كلمة إنجيل ما هو الذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح هو فسرها على أنه نص نص موجود الناس لازم تمشي به ده نزل على المسيح والمسيح ده للتلاميذ والتلاميذ هم اللي بيدول الناس شرائع نوميس في رسالة تسالونيكي الأولى يا دكتور منقذ رسالة على فكرة المباشرة على طول قبل كده يقول نشكر الله كل حين من جهة جميعكم ذاكرين إياكم في صلواتنا متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينا علمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم أن إنجيلنا إيه ده إنجيل مين هنا؟ ده ما قالش إن إنجيل المسيح هنا ولا إنجيل ربنا يسوع المسيح ده بوليس الرسول بقول أن إنجيلنا هو بوليس عنده إنجيل مكتوب عنده نوميس وش رائع لكن يقول أن إنجيلنا لم يصل لكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضاً وبالروح القدس وبيقين شديد كما تعرفون أي رجال كنا بينكم يعني إيه هنا إنجيلنا؟ يعني البشارة اللي احنا بنكرس بيها البشارة اللي احنا بنوصلها لكم الأخبار السار التي ننادي بها أن إنجيلنا الإنجيل الذي نؤمن به هو إنجيل ربنا يسوع المسيح هو الكرازة بشخص المسيح وبعمله عندما كلمناكم عن المسيح وكلمناكم عن عمل المسيح لم يكن إنجيلنا كلام فقط بل كان ببرهان الروح القدس وقوة الروح القدس كان الله بيغير ويصنع آيات ويصنع معجزات ويشفي ويحيي ويغير القلب ويغير الفكر وينقل الإنسان من الظلمة إلى ملكوت ابن محبتي ده تأكيد وبرهان عمل الروح القدس ما دارش هنا أقول آه إن إنجيلنا هنا بوليس عنده نص نزل عليه لكن هي البشارة التي استؤمن عليها الإنجيل البشارة أو الخبر الصار طيب دف تسالونيكي الأولى واحد يا دكتور مونكس طيب ديجل تسالونيكي الأولى اثنين يا دكتور مونكس يقول كده بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فليبي جهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله إذا هو إنجيلك يا بوليس ولا إنجيل الله أنا إنجيل الذي أنادي به هو إنجيل الله هو الرسالة أن الله كان في المسيح يسوع مصالحاً العالم لنفسه غير حاسباً لهم خطاياهم يا دكتور مونكس اعرف بس كلمة إنجيل تستخدم زي بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل يبقى أبو الإسلام يقول إن إنجيلنا لم يصل لكم هو بيكلم عن الإنجيل الذي استؤمن عليه الرسالة التي استأمنه عليها الرب وهي أير هذه الرسالة الرسالة أن المسيح مات كان في الكتب ودفن وأن المسيح قام كان في الكتب وزهر وأن الله في المسيح يسوع مصالحاً العالم لنفسه يقول كده كمان في عدد الثمانية هكذا إذ كنا حانين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله يعني فقط بل أنفسنا وإحنا بنقدم إنجيل الله لكم كنا متشفقين عليكم بنحبكم للدرجة أن إحنا ممكن نضحي بأنفسنا ونحن نقدم إنجيل الله مش بس منقدم لكم رسالة لكن إحنا كنا على استعداد إن إحنا نقدم ذواتنا من أجلكم وبعدين يقول فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله يبقى إنجيل الله ده رسالة يكرز بيها ده الخبر إنما دكتور منكز ولا حس ولا خبر في أصحاح ثلاثة من نفس الرسالة الأولى دكتور منكز وليني فأرسلنا تيموتوس أخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح مبشر كارز زينا بيكرز بالمسيح تسالونيك التانية أصحاح 2 إن تقتبس من أصحاح 1 أداب أصحاح 2 وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من رب أن الله اختركم من البدء للخلاص بتقديس الروح القدس وتصديق الحق الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا يرجع مرة ثانية يقول إنجيلنا يعني تبشيرنا يعني كرازتنا طيب فطبعا الدكتور منقز شاطر جدا وزي ما إحنا كلنا عارفين أحسن واحد يقتطع النص من قرنته وأحسن واحد يلوي النص ويخليه يقول ما لا يقوله طيب دكتور منقز يبقى أول الاستناد استند عليه في تسالونيكي التانية أصحاح واحد ثمانية ليس له أي أساس فهم خاطئ لكلمة الإنجيل طيب شو بقى البرهان التاني ما هو هيجيب لك برهان ورا برهان فإحنا ناخدهم كده مع بعض وناخدهم واحد واحد ونحاول نرد على دكتور منقز شو بقى الفيديو رقم خمسة اللي فيه بيقدم لنا البرهان الثاني على أن المسيح نزل عليه إنجيل نسمعه أيضا الأناجيل تسمي هذا الكتاب الذي نحن نؤمن به ونبحث عنه تسميه كلمة الله أو تسميه الكلمة هذا الذي كان يأتي الناس إلى المسيح عليه الصلاة والسلام ويزدحمون عليه حتى يسمعوه منه لوقى خمسة على واحد وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله لماذا يزدحم الناس على المسيح ليسمعوا كلمة الله ما هي كلمة الله هي الإنجيل الذي كان يقوله والناس تحب أن تسمع إنجيل الله فكانوا يأتون ويزدحمون عليه ليسمعوا كلمة الله في مرقص 2 على 2 حين دخل المسيح عليه الصلاة والسلام إلى كفر ناحوم إلى كفر ناحوم اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب اجتمع الناس حتى البيت امتلأ من كثرة الناس ماذا يريد هؤلاء فكان يخاطبهم بالكلمة أي بالكلمة التي أوحاها الله نسخة الأباء كان يخاطبهم بالكلمة الكلمة التي نزلت عليه هو ده الإنجيل فكان يخاطبهم بالكلمة وإذا كده الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله هذا النص لا يتحدث عن إنجيل نزل على المسيح هذا النص يتحدث عن كلام المسيح ووعزه للتلاميذ نرجع كده إلى لؤة خمسة شوف لؤة خمسة طيب نكمل الفيديو وعدين أرجع على الجزء نسخة الأباء اليسوعيون الرهبانية اليسوعية تقول فألقى إليهم كلمة الله فألقى إليهم كلمة الله إذن هذه الجموع كانت تزدحم لتستمع إلى كلمة الله التي يقولها المسيح عليه الصلاة والسلام نحن نؤمن بهذه الكلمة ونبحث عنها بجد يعني هو أخذ كلمة أن المسيح كان الناس تقترب إليه عشان تسمع كلمة الله الكلمة الخارجة من فمه هي كلمة الله المسيح هو الكلمة المتجسد يعني تسمع الوعز تسمع التعليم بتاع المسيح خده على أنه لا ده فيه كلمة كانت بتيجي على المسيح وتنزل على المسيح والمسيح كان إيه هو اللي بيوصل الكلمة دي دكتور مركز راح إلى لؤة خمسة وأنا باتمنى أن دكتور مركز يعني يكون بيقرأ كل الأصحاحات اللي بيجيبها يعني بيجيب منها آيات لأنه منفعش ياخد آيات كده ويستقطعها من قرنتها في لؤة خمسة وإذ كان الجامع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله كان واقفا عند بحيرة جنيسارت فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيدون قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد إلى العمق ولقوا شباككم للصيد فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليلة كله ولم نأخذ شيئا ولكن على كلمتك ألقي الشبكة ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتها في الغرق فلما رأى سمعان بطرس ذلك قر عند ركبتي يسوع قائلا أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ إذ اعترده وجميع الذين معه دهشة أولا دكتور مركز لم يقول أن يسمعون كلمة الله يسمعون لأن المسيح كان كلمة الله وكل ما كان يخرج من فام المسيح كان كأن الله هو المتكلم النص لا يتحدث أبدا عن نزول نصوص ونزول ألواح محفوظة ونزول إنجيل المسيح كان هو الإنجيل المسيح كان هو كلمة الله في كل مرة كان المسيح يفتح كانت الناس تسمع وكأن الله هو المتكلم ما تحولش نص وتلويه علشان تثبت منه حاجة أنت أساسا مش عارف تثبتها وفي نفس الوقت يريتك تقبل النص ده على بعضه أخرج من سفينتي يا رب بطرس بيعترف هنا للرب يسوع بأنه رب لأن إنسان خاطئ وكأنه بيعترف بخطيطه للمسيح إنما إنما الفهلاوة اللي انت بتعملها في النصوص الكتابية دي مش ممكن تثبت وما لهاش أساس وبصراحة كلام مضحق طيب هاخد لنا بقى الدكتور منقز نص ثالث نص ثالث يعني هيبهرنا بإثباتاته وببراهينه هو في كل المحاولات دي بيحاول يقول إنه هناك حاجة نزلت على المسيح وحي نزل على المسيح كويس زي ما عنده الفكر الإسلامي هو عايز يطبق ده على المسيح وهو لا يعلم أن المسيح هو كلمة الله المتجسد طيب أخد أخونا زكريا وأرجع أكمل مع حضرتكم ألو 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 طيب طيب أخونا زكريا ألو سلام ونعمل دكتور عزي أهلا وسهلا بحضرتك الله يحفظك أشكرك على برنامج عبر الكتاب اللي نعبر الأكاديمي عبر الكتاب وتفحص كتاب المقدس اللي نعرف الحقيقة وأشكرك على الموضوع الحلقة يعني أن إنجيل الله وأن الإنجيل إنجيل من الله لم يحرر كما كانوا يدرسوننا في المدارس وقد دحقوا علينا في المدارس أخي بوتر عزي كانوا يقولون لنا أن الإنجيل محرر وأن القرآن والصحب والنماء اطلعنا على قناة الحياة بشهد الرسل عرفنا الحقيقة أننا كنا مخدوعين في المدارس مدى التربية إسلامية هي مدى منظومة غير أكاديمية في إزالته من التعليم ووزارة التعليم المغربية هي التي تخدر قول تناميته وتحردهم على عدم قراءة كتاب مقدس كتاب مقدس في كل مدارس المغرب يعني وأن الكتاب مقدس هو كتاب من الله شكرا أخونا زكريكم لنا أنه للأسف الفيديو اللي بعد كده من الدكتور مرقز نشوف هو بيحاول يستخدم النصوص الكتابية بشكل بأنهي طريقة عشان يثبت أن هناك إنجيل نازل على المسيح ثم في أقوال المسيح نفسه ما يتحدث فيه عن إنجيله طبعا المسيح حينما تحدث لم يكن قد كتب لا إنجيل متى ولا إنجيل مرقص ولا لوقة ولا يحنى فحينما يتحدث المسيح عن إنجيل فهو لا يتحدث عن الأناجيل إنما يتحدث عن إنجيل نفسه يقول في قصة المرأة التي سكبت الطيب في متى 26 على 13 الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا 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 الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها حينما سيبشر بهذا الإنجيل يتحدث عن إنجيل موجود حينذاك يقول حينما إنجيل موجود يعني التلاميذ عارفينه والناس حفظينه ولا المسيح واحده والعارفين بنا كل كلامه بهذا الإنجيل كمل يتحدث عن إنجيل موجود حينذاك يقول حينما يبشر بهذا الإنجيل سيتحدث فيما ذكرته وما فعلته هذه المرأة طبعا هو لا يتحدث عن إنجيل متى لأن متى لم يكن قد كتب شيئا حينذاك ولا عن مرقص ولا عن لوقة إنه لا يتحدث عن الأناجيل إنه يتحدث عن الإنجيل لأي إنجيل إنجيل المسيح بصراحة يعني افتحوا أي تفسير أي تفسير إنجليزي عربي ألماني فرنساوي أي لغة مش ممكن واحد مفسرين هيصل إلى هذا النوع من التفسير أبدا بس المسلم واحده هو لا يصل لهذا التفكير ليه؟ لأنه عنده نص عنده فيه إشكالية هو عايز يثبت إنه الآية القرآنية اللي عنده دي صح فبالتالي هيعمل البدع هيعمل البدع في أي نص آخر علشان يثبت إنه النص اللي عنده صح الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم إيه يعني الإنجيل؟ قال لك بهذا بهذا يعني هناك نص موجود بهذا يعني المسيح كأنه المسيح بيمسك كتاب أو سكرول أو مخطوطة ويقول لهم بهذا حيثما يكرز بهذا شايفين يا تلاميذ؟ حيثما يكرز بهذا الإنجيل يخبر أيضا بما فعلته هذه التذكرة يعني طب مين اللي أضاف الجزء ده يا دكتور منقز اللي هو عن المرأة اللي كسرت قرورة الطيب يعني هل الإنجيل ده موجود؟ وبعدين تلاميذ هيدخلوا جزء عن المرأة فيه ولهو نازل من فوق فيه جزء عن المرأة التي كسرت قرورة الطيب عند قدمه وبعدين أساسا فهمك لهذا النص بهذا الإنجيل بهذه البشارة أصحاح 26 بيتكلم عن حقيقة مهمة جدا جدا هي لب الإنجيل ولماذا أتى يسوع المسيح أصحاح 26 اللي أنت مقتبس منه ده ده الرب يسوع بيقول أنها قد فعلت هذا لتكفيني قبل ما يقول يكرز بهذا الإنجيل بيقول أن المرأة اللي عملت دوان اللي كسرت قرورة الطيب لا تزعجونها لأنها فعلت هذا لتكفيني ده بيكلم عن موته يا دكتور منقز تقبل دوان؟ تقبله؟ تقبل أن الأصحاح ده بيكلم عن مؤامرة اليهود بيكلم عن العشاء الأخير بيكلم عن كلام المسيح عن صلبه وموته وقيامته تقبل هذا يا دكتور منقز أصحاح 26 الإنجيل هو بهذا الإنجيل بهذه الرسالة بهذه البشارة مسيح مش بيكلم عن نص ومسك النص وقال لهم بهذا الإنجيل ده في مخيلتك نقعدين رايح لأصحاح بيؤكد تاريخية صلب المسيح وموته بس علشان يلوي آية ويخرجها بره معناها ويتحك بيها على المشاهدين بتوعه طيب نكمل مع بعض جزء آخر من أجزاء الدكتور منقز اللي بيقدم لنا فيها برهان على أن هناك إنجيل نزل على المسيح وبيستخدم كتاب المؤدس والإنجيل عشان يؤكد هذه الحقيقة شوف الفيديو اللي بعد كده في يوحنى 14 على 24 جميل الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي الذي لا يحب المسيح لا يحفظ كلام المسيح ماذا مخصوص بكلام المسيح ليس كلامه الذي يقوله مع غيره من الناس وهو يتحدث مع والدته أو مع إخوته أو مع تلاميذه إنما المقصود كلام معين من كلام المسيح الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي والكلام الذي تسمعونه هذا الكلام الذي ينبغي أن تتبعوه وأن تحفظوه الكلام الذي تسمعونه ليس لي هذا ليس كلامي هذا ليس كلامي بل للآب الذي أرسلني إذن هناك بعض الكلام الذي يقوله المسيح هذا ليس من كلام المسيح إنما هو من كلام الله الذي أرسل المسيح كويس كلام ده الكلام ده يعني خلينا حطه كلام ده اللي قاله الدكتور منقذ كلام مهم جدا ليه؟ لأنه اقتبس من أصحاح مهم جدا أصحاح يوحنى نجيل يوحنى أصحاح 14 وأنا أول سؤال هسأله الدكتور منقذ أنت واخد الآية دي بس مؤمن بيها ولا ممكن كمان يكون في آيات أخرى في نفس الأصحاح أنت ممكن تؤمن بيها أصحاح 14 من أجمل الأصحاحات اللي بتتكلم عن شخص المسيح واللي فيها بيتكلم المسيح عن نفسه وهي تعتبر يعتبر أصحاح من الجزء اللي بنسميه أحاديث الرحيل يعني قبل ما يترك المسيح أرضنا ويصلب ويموت ويقوم وهو قاعد مع التلاميذ في العلية كويس في هذا الأصحاح بيبدأ يا دكتور منقذ بكلام الرب يسوع لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بيه هل بتؤمن بالمسيح يا دكتور منقذ طيب في عدد ستة بقى الرب يسوع بيولن عن نفسه في نفس الأصحاح يا دكتور منقذ قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي تقبل دي دكتور منقذ تاخدها ما في نفس الأصحاح هل تقبل إعلان الرب يسوع هنا عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي عندك مشكلة فيها طبعا ماشي نيجي العدد تسعة يا دكتور منقذ سيبك من عدد ست نيجي العدد تسعة الذي رآني فقد رأى الآب إيه ده ما هو أنا والآب واحد طبعا عندك مشكلة فيها دكتور منقذ أصحاح 14 نفسه اللي أنت بتقتبس منه ألاست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيها الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسه لكن الآب الحال فيها يعمل أعمال أنا بيكلم عن اتحاد الآب بالابن اتحاد الآب بالكلمة يا دكتور منقذ نيجي للجزء بقى مهم بردو يقول للرب يسوع إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكس معكم إلى الأبد شوفوا بقى الجزء اللي واخده الدكتور منقذ يقول إيه أجاب يسوع وقال له إن أحبني أحد أحب مين أحب المسيح إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا دي الآية اللي قبل الآية اللي اقتباسها الدكتور منقذ ليه الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي لأن الكلام الذي أنا أقوله ويكلم عن اتحاد الإبن بالكلمة الإبن بالقاب الإبن بالقاب الكلام الذي تسمعونه ليس لي للآب الذي أرسلني في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله كان هذا في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان وبعدين ييجي يقول لي والكلمة صار جسدا وحل بيننا كلمة الله شخص المسيح حل بيننا فما يتكلم به المسيح لا يتكلم كإنسان بيتكلم من ذاته لكن ما يتكلم به المسيح هو كلمة الله كلام الله كلمة المتجسد لكن دكتور منقذ ما ياخدش الأصحاح 14 دكتور منقذ يلوي نص ويخدع به اللي بيسمعوه علشان يحاول يثبت أن هناك إنجيل نازل على المسيح نكمل مع بعض ناخد الفيديو اللي بعد كده ونشوف الدكتور منقذ هيوصل لإيه يوحنى في الإصحاح الثالث على 31 يحكي لنا بأن يوحنى المعمدان ذكر إنجيل المسيح الذي سينزل وسماه كلمة الشهادة الشهادة وتنبأ بأن الناس سيعرضون عن عن الشهادة الذي سيؤتاها المسيح يقول حسب يوحنى 3 على 31 الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع والمسيح رسول جاءت رسالته من السماء وما رأاه وسمع هل هو فوق الجميع هل هو فوق الكل هل هو فوق كل البشر هل هو فوق كل الخليقة يعني ايه فوق الجميع مين الجميع دول من الجميع خليك تفكر فيها وتحاول تفسرها جاءت رسالته من السماء وما رأاه وسمعه به يشهد المسيح يشهد بما يرى وما يسمع وشهادته ليس أحد يقبلها هذه الشهادة التي يشهدها المسيح ليس أحد يقبلها ومن قبل شهادته إذا قبلتم الشهادة التي يشهدها المسيح التي يحملها المسيح فقد ختم أن الله صادق لماذا؟ لأن هذه الشهادة من عند الله لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله ماذا في هذه الشهادة؟ كلام الله جميل نفس الجزء على فكرة دكتور مونكس انزل بس آية واحدة انزل آية واحدة كده دكتور مونكس ويس لأن الذي أرسله لأن الذي أرسله أليني هنا أجيبها على الباوربوينت شان تبقى واضحة أكثر ماشي يقول هنا عدد تلاتة وتلاتين ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله دفع عدد كامل دكتور مونكس تلاتة وتلاتين عدد خمسة وتلاتين الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء في يده الذي يؤمن بالإبن له حياة والذي لا يؤمن بالإبن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله يعني الإيمان بالمسيح هو الطريق الوحيد للحياة الأبدية عدم الإيمان بالمسيح هو الطريق الوحيد أيضا للهلاك الأبدي تقبل الكلام ده دكتور مونكس وبعدين اقرأ اقرأ الجزء ده دكتور مونكس فيه قرينة أخرى اقرأ في أصحاح واحد لما بيشهد يوحنى عن المسيح لأنه هنا في أصحاح ثلاثة دي شهادة يوحنى نتكلم بقى عن شهادة يوحنى أيضا في أصحاح واحد من إنجيل يوحنى كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنى هذا جاء للشهادة يبقى يوحنى هو الذي يشهد ليشهد للنور يوحنى هو الذي أتى لكي يشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته يعني كان يوحنى بيقول أنا وسيط أنا وسيط أنا بأشهد للنور وعايز الناس تؤمن بالكلام اللي أنا بقوله لم يكن هو النور بل ليشهد للنور مين بقى النور ده كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم مين اللي آتي إلى العالم الرب يسوع يوحنى هو الذي يشهد عن المسيح ويريد من خلال هذه الشهادة أن يؤمن الكل بالمسيح مين ده المسيح يقول عنه هنا كان في العالم كان في العالم هو رب العالم وكون العالم به الخليقة كونت به كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان يبقى كان في العالم لأنه سابق لوجود العالم وكون العالم به لأنه هو الذي خلق العالم ولم يعرفه العالم بمعنى أن البشر الذين أوجدهم في العالم لم يعرفوه طبعا كل كلمة العالم هنا تشير إلى شيء معين دكتور مونكس مرة تشير إلى الخليقة ومرة تشير إلى الناس لكن الحقيقة اللي أنت يا دكتور مونكس تحاول أن أنت تنكرها هي حقيقة طبيعة وعمل شخص المسيح المسيح هو الإنجيل المسيح هو الرسالة البشارة الخبر الصار المسيح هو هذا الإنجيل الذي كتب عنه متة وكتب عنه مرؤس وكتب عنه لوأ وكتب عنه يحنى وقدم لنا إنجيل الله شخص يسوع المسيح المتجسد الذي أحبنا مات من أجل خطيانا وقام من أجل تبريدنا إلى أن نلتقي سلام المسيح يكون معكم